من دخول مدرسي والدخول الجامعي لهذه المرة تجاوز كل منطق وكل حديث عن الأوضاع الكارثية صحيح مش في كل مكان لكن في كثير من الأماكن شوف هذا شوف هنا وشي شوف اسمع تبون في الأول ثم شوف وش يحدث كلها خطوات عبلاقة وحطتها في جزائر حتى أصبحت اليوم مصنفة كجميع أولى في العالم العربي والمغاربي والإفاقي حتى أتكلم هاتف 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 ها مرحب ها تحصل ها تحصل هارا ها تحصل ها مرحب هاتف هاتف 50. 50. 50. 50. هذه واحدة من الإقامات طبعاً إقامة هذه مش هي أقدم إقامة في الجزائر لكن قديمة يعني لكن بين أقدم الإقامات هي مثلاً طالب عبد الرحمن في بن عكنون اللي أيضاً وصلتني صور وكننا نشرناها المواقع الكارثة بكل مقيس وأيقامات أخرى بعض الناس بدأوا يعلقوا قال لك أروح تشوف في المسيلة أروح تشوف في باتنا أروح تشوف في مكان أروح تشوف رأي كوارث سؤال مطروح هذا كان في بداية العام وكان مر شهرين ولا ثلاثة ولا يقول لك طالبة طالبة فسدوا هذا الأمر وأنا أريد هنا أن أعود بالأوضاع نعطيكم تجربتي الشخصية قبل 40 سنة قبل 40 سنة كنت في العاصمة في السنة الثالثة دخلنا مثل هذا الوقت في سبتمبر كمنا العامين تالتونكومان وأنا كنت من لي دخلوا كما تعرفوا الفرع الدبلوماسي فانتقلت من وهران اللي قدت فيها سنتين إلى العاصمة وطبعا كي وصلنا إلى العاصمة لقينها الغرف انتعنا نتعى المدرسة الوطنية الإدارة في ما بين قرب سيتي مالكي ما بين بن عكنون وحيدرة قريبا في الوسط أمام ما يسمى في سيتي بيتيتي حي الشرطة ليسكنوه كبار طالة الشرطة وبالهات هناك شيء جميل يعني منظر أوروبي صراحة قبل 40 سنة ولما وصلنا هناك بعد أسبوع عشر أيام هكذا ترتبط الأمور عطاونا الغرف الغرفة تعنا ثنين ثنين في الغرفة فيها الدوش واسعة فيها يعني جميلة إلى آخره صح الحمام ما فيهاش لازم تخرج برها حمامات نضاف لفام الميناج يكثر خير هون كانوا يجوا كل يوم وينظفوا كل يوم ويرتبوا كل يوم الفراش مرتب لا دوش مرتبة لكل ورق وكنت شوف حاجة طاحت ولا واحد كيف دخان ولا نس تنزعش لأنه يشوفوا مثلا بقايا طاع دخان وإحني نظافة شديدة الأكل بطاعة الحال الأكل رائع في المدرسة الوطن الإدارة فيها ناكله فيها نشربه فيها نباته فيها نقره وعندها جزء طبعا للمبيت وللآكل وجزء آخر للدراسة ومع أنها كانت بفنة تحفة فنية المدرسة الوطن الإدارة لا أعرف الآن كيف أصبحت لكن كانت تحفة فنية في دارينها على الطراز الإسلامي وأعتقد أنها كانت تحتمل أيام فرنسا بالمناسبة لكن مبنية على الطراز الإسلامي بشكل جميل جدا بدوائر جميلة لكن عندما ننتقل وأنا كنت طبعا قضيت شهرين في الثلاثنين وثمانين في بنعاكنون وعارف الأوضاح نحن مرات لما يكون عندنا وقت ندرس تقريبا 36 ساعة في الأسبوع ما بين 30 إلى 36 يعني الأيام كلها مملوعة عندما نروح ونقول نديروا شوية ريكرياسيو يعني نديروا شوية بريك يعني نديروا نروحوا نبدلوا الجو يعني وانتأكل وانترقود وانتتقرات يصبح الجو شوية ممل كنا نروحوا للجامعة الحقيقة نتفاجوا وكاننا ننتقلنا من كوكب إلى كوكب خاصة لما نروحوا الإقامات عند زملائنا اللي هما يدرسوا مثلا سياسة أو قانون أو ذاك الوقت في خروب يدرسوا تاريخ أو فلسفة أو إلى أخر كان عندنا طبعا زملاء اللي درسوا معنا فتشعر وكانك انتقلت من عالم إلى عالم والسؤال المطروح اللي كان احنا كنا في جزائريين وكنا الجزائريين لماذا احنا الأقسام انتاعنا مرتبة منظمة ما تشوفش حاجة مرمية في الساحة الأكل من أروع ما يكون بينما الجامعيين يتعاملوا معهم شيء مختلف طبعا الآن الأوضاع أسوأ بالنسبة للجامعين أنا ذاك كان مطروح عننا السؤال وكنا نتناقشوا بيه احنا كزملاء طبعا في البداية كنا شوية صغار كنا مرات نبانوا كلين نفتخروا على زملائنا الأخرين بينما في التعميق اللي ما بدأوا الوحدة شوية يكبر ودعنا نعمقوا نقولوا لا هذا هذا عنصرية احنا كنا جزائريين وكلها موالشعب في نهاية المطاف الخزينة العامة تصرف على الجامعة كما تصرف على المدرسة الوطن الإدارة بينما احنا في يتم تعامل معنا وكأننا نوع خاص الجامعيين يعيشون في حالات مزرية لا في الأكل ولا في الحمامات ولا في الغرف ولا الحقيقة أن المدرسة الوطنية الإدارة كانت يتم تشكيل فيها العقل اللي يتشكل فيها هو أنه موظف للدولة أنه عنده امتيازات حتى هو يدرس بالمناسبة احنا كنا ندوب بريسالير في السنة الثالثة والرابعة يعني شهرية سنة الثالثة والرابعة وحتى لابورستا السنة الأولى والثانية أكثر من لابورستا الجامعيين فكلها كانت طرحت أمام ذا بعد بدأت نسأل في نفسي لماذا هذه التمايز في المحاملة لماذا؟ احنا كان يجب أن تخرج موظف طبعاً مدرسة الوطنية دا إدارة يخرج منها القضاة والديبلوماسيين وكبار الإداريين وإلى آخره والاقتصاديين تخرج أنك أنت كما يقول لك عميل للدولة ثم أبناء الدولة كان هذا الخطاب ينتشر أبناء الدولة كما مرة تسمع بعض الناس يقولوا أبناء الجيش وأبناء الدولة أما الجامعيين فهذا تعالي الشعب يعني نحنا الثاني جايزين من الشعب يعني كلنا في الحقيقة شعب فقط بعضنا تخل دار الكونكور وربحه وتخل المدرسة الوطنية الإدارة وبعضنا ما دخلش أو ما ربحش الكونكور أو أصلا ما فكرش فيها ستجعل تخصص آخر خاصة اللي يديروا تخصص علمي أو تخصص تقني لكن كانت الفكرة هي صناعة نخبة دولتية نخبة للدولة طار نفسها وهي طلبة أعلى من الطلبة الآخرين وهذه النخبة هي اللي تعطالها فيما بعد المناصب العليا وفعلا هذا اللي حدث هذا اللي حدث الآن أعطيكم مثال بسيط سلال من المدرسة الوطنية الإدارة كان رئيس حكومة أكثر من مرة ويحياك من المدرسة الوطنية الإدارة كان رئيس حكومة أكثر همقا بدوي من المدرسة الوطنية الإدارة تبون من المدرسة الوطنية الإدارة وقائمة أخرى أي أن دولة العسكر كانت ترتب في جيل في واجهة يديرون الدولة بكفاءة مدنيين وينتسبون إلى الدولة وليس إلى المجتمع ليس إلى الشعب ويكونون في خدمة الدولة وليس يرجع الواحد الخطابات ويحيا سيجد دايب كلمة الدولة 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 يعني الدولة هذه تصبح في لحظة معينة وكأنها شيء مقدس وفي لحظات معينة البعض منهم يريد أن يجعلها إله بينما الدولة هي في الحقيقة وسيلة جهاز الدولة هي جهاز لخدمة المجتمع الدول تقوم لخدمة البشر وليس العكس لكن العقلية التي بالمناسبة مثلا المدرسة الوطنية للإدارة اللي أسسها من هو ميسو مصبيح وميسو مصبيح هذا كان موظف في السيك في مدينة السيك كان مساعد تعالى السوبريفي أنت على رئيس الضائرة كما نقوله الآن كان في وظيفة مهمة مع أن أموره أنا ذاك 26 إلى 27 سنة فقط يعني لما بدأت جزائر الاستقلال كان عمره 35 يعني ما كانش هو من مواليد لا كان عمره 33 هو من مواليد 29 أتحدث عني نعرفه جيدا لأنه درسني في السنة الثالثة أو السنة الرابعة نذكر مليح درسني موديل يسموه الامن الوطني موديل كله مبني على ما معنى الامن الوطني أو من الأمن القومي إذا شاهده بعبارة أخرى La Difference National هذا بعد أن ترك وأصبح فقط تكبر وبعدين أبعدوه لأنه كي يجاو جمعت أستاذ شادلي أبعدوه لأسباب متعددة وأصبح يدرس آنذاك فيما بعد عاد ولما جاء بوتفليقة لأنه صديقه عود حتى سفير في فرنسا وفي الوقت اللي كان بوتفليقة في فالدغراس كان هو السفير في فرنسا وهذاك الوقت لما عبد العزيزي فقد الإدارة وفقد عقله تقريبا سعيد طرده سعيد طرد ميسوم صبيح في 2013 وكان قد عمره 84 سنة لما انتهت المهمة في فرنسا بعد أن طرده السعيد لأنه قال له ما ركش تجي دائم للرئيس وهو عمره 84 سنة ما كانش يقدر يتحرك من له فالقهله سبه باش طرده باش يدي المنصب لأنه لما كان عبد العزيز ما كانش حاب يغيره فهولاند نتذكر ما زلت نتذكر رئيس فرنسي هولاند تعطاله واحدة من الميداليات الأساسية الكبيرة لميسوم صبيح ميسوم صبيح هذا أسس حزب فرنسا في الإدارة أو في الحقيقة مش أسس كمل صناعة حزب فرنسا في الإدارة عن طريق المدرسة الوطنية الفرق بين نحنا وبين الأخرين هو أنه مع وقتنا لما وصلنا كان ميسوم صبيح غيروه فبدلت شوية لموديل وقبلنا كانت عبارة عن كو كانك تقرأ في إدارة فرنسية من أجل فرنسا كانت إدارة جزائرية استعمارية لكن في خدمة الدولة ومع ذلك ظلت يعني بعدين فرغوها لنا وفي 87 وقفوا الديبلوماسية أنا مثلا 86 خريج 87 خرجوا وبعدين توقفت قال لي كراما بداي يخرجوا منها ابناء الشعب خلونا من دبلوماسية هذه وبعدين وقفوا القضاء ووقفوا كل مرة كانوا يوقفوا حاجة حتى خلاوها شبه إدارة وأنشأوا إدارة وليسموا الانسي جي نظن لكو الناسينات سيبرير للادميستراسي وحاجة هكذا فهذه بركة فتحتها بين قوسين باش نقول كيف يقوموا بعملات كامون فاصوني إذا حبينا العقول باش تولي عبد للدولة اللي هي مش دولة مدنية دولة عسكرية معناها عبد عند الكابرانات كابرانات فرنسا وكابرانات الجزء مازال الأمر مستمر توسعت الآن عندهم أكثر من مدرسة عندهم أكثر ومازالت المدارس اللي هي تشري على أساس أنهم وظائفهم مباشرة إلى آخره مازال عندهم تقدير خاص ويعطون دي بورس بينما الجامعات لعشي مستوى الجامع اليوم متاع الليسونس هو تقريبا تعطروا زيان متاع قبل 30 سنة وموش بعيد على التاع الفاندي تيد متاع قبل 50 سنة بكل أسف وألم طبعا هذا مش ذنب الطلبة متاع قد يتحملون جزء لكن الذنب الرئيسي هو لإدارة المجتمع لإدارة المنظومة التعليمية لإدارة المنظومة الفكرية لإدارة المنظومة الثقافية هذا هو المقصود ولذلك بدون تغيير هذه الأشياء الكبرى حتى لو كان غدوة يطيح الكابرانات بدون الغوص عميقا وأحداث تغييرات جذرية في كل الاتجاهات سيكون موسى الحاج يعود يأتي الحاج موسى سمحوني بتحت عوس لأن كان مهم لما ندخل في قضية الجامعات لأنها معروفة أنها الجامعات كارثة والإقامات وأنا وردت لكم مقطع منها ووراكم عايشينها والأسر عايشتها والطلبة عايشينهم إلى آخر طبعا مرات بعض الناس يقول وش ندين وأنا نقولها لكم اللي عنده الإمكاني أن يروح يدرس في الخارج الآن يروح يدرس لأنه يروح يتعلم ويعود إن شاء الله من هذا الوقت الجزائر تكون تحرط يخدم بنا بلاده ويجد روح فيه جو وانتع عدل وانتع شفافية وانتع حرية وانتع الناس تبدع أما في دولة الكابرة العقل اللي كان يدمره الناس راهي تنتحر الناس راهي تموت يعني كان أشياء أشياء رهيبة راهي تم راهي تم بشكل غير مفهوم غير مفهوم غير مفهوم لماذا يقومون بتدمير العقل الجزائري بالمناسبة هذا اللي يام راهم تكلموا باللي أراهم راحين يبعثوا نظن أربعمائة واحد إلى أمريكا وفيهم عدد أيضا مقارب إلى كوريا الجنوبية وإلى الصين قال لك باش راحوا يتعلموا كيفاش ينشئوا شركات شركات صغيرة ويتعلموا ويأخذوا الخبرة أنا أقول لهذا الشباب من وصل منكم هناك واستطاع أن يبقى فيبقى هناك يعني أخذوا هذا العبور 6 شهور ولا ثلث شهور والله ودبروا حوالكم ويبقوا هناك لماذا؟ لأنكم ستفيدون الجزائر أكثر بكثير هناك تتعلمون العلم تتعلمون أشياء كثيرة تتعلمون اللغة الإنجليزية تتعلمون وإن شاء الله في خلال سنتين ثلاثة خمسة لا ندري كم تتحرر البلاد تأخذ مواصح لأنكم لو كانت راحوا ثلاث شهور رجوا راحوا غير كيف كيف يا إما ما أعطوكم شمناصب يا إما تتعلمون داخلين في الفساد والرشاوي إلى آخره ولذلك من تأتيه فرصة لمغادرة البلاد خاصة من طلبة ومن اللي يعني ما يكونوش حراجة إلى آخره فليفعل مرات يسألوني بعض الأطباء يقولون يا لكن مشكل خلوا الجزائر وكرحوا كلنا أطباء لا مش مشكل لا لأن الطبيب في الجزائر يتم تدميره طبيب الحقيقي خاصة الشاب يتم تدميره وكاين ضع طباء وكاين حتى يدخل في السيستام وروح تعلم وروح تعلم في مكان وين العلم وين الاحترام وين التقدير وين يعطوك حقوق وين وستتحرر الجزائر لكن فقد دير في بالك باللي بمجرد أن البلاد تحتاجك عندما تتحرر الجنس لأنها ستحتاج مئات الآلاف من الكفاءات والطاقات لعادة بناء هذا العملاق المقيد موسيقى موسيقى